تسعى سلسلة مطاعم جالكسي إلى رفض وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال افتتاح عدد من المطاعم في العاصمة صنعاء والذي من شأنه التخفيف من البطالة المستشرية في أوساط الشباب اليمنية وتقوية الاقتصاد الوطني الذي يتعرض لمحاولات عدة لإنهائه سلسلة مطاعم جالكسي تفتتح أبوابها من جديد لزبائنها وجمهورها من مختلف الأعمار والأجناس حاوية في طياتها تميز فريد عن بقية مطاعم اليمن باحتوائها على طاولة لضيوفها الكرام والتي تتسع لأكثر من خمسمائة شخص خصصت للمناسبات الوطنية والاحتفالات والمهرجانات المختلفة وحفلات التخرج تحت سقف مطاعم جالكسي ضمن جهيزات ويقد في مطاعم جالكسي صالة أكبر ضيوف تقدر في طاولة أكبر طاولة في اليمن التي تستقبل الضيوف وفي صالة خصف الشباب صالة خصف العوائل صالة أكبر ضيوف خدمة توصيل للمنازل للشركات سلسلة مطاعم جالكسي اختارت اسمها فكان لها منه نصيب في المعنى باحتوائها على الأطباق المختلفة ذات الطعم الفريد والمتميز بنكهة جالكسي فسعت إدارتها الشابة إلى تلبية مطالب جمهورها على مختلف أذواقهم ومناسباتهم من أكلات شعبية وشرقية وغربية بأياد يمنية اكتسبت من المهارات والكفاءة ما مكنها لتكون الأولى يمنيان مطاعم جالكسي حيث الأكلات اللذيذة والشهية والترفيه للأولاد والعائلة باحتوائها في أدوارها الثلاثة على الصالة الرئيسية الأولى وصالة خاصة بالشباب وأخرى لكبار الضيوف أو ما تعرف بالفي آي بي وصالة خاصة بالنساء وأخرى بالأسرة وصالتان لألعاب الأطفال كوادر يكونوا كوادر إن شاء الله كلهم شاب كوادر من أبناء اليمن وإن شاء الله كوادر من أبناء البلاد وكلهم كوادر متأحلين كوادر متعلمين كوادر يكونوا بمعنى الكلمة وأن يكون إن شاء الله يكونوا ظن زبائنا الكرام وأن يليقوا بالتقديم لزبائنا الأكل والوجبات وأن يكونوا كادر بمعنى الكلمة مطاعم جالكسي الأولى يمنيا اخترت مكرا جديدا لفرعها الثالث فكان لحي الأصبح شارع المقالح جوار سوق المقالح مكرا لها متطلعة إلى تلبيات طلبات زبائنها ومناسباتهم من خلال خدماتها المتعددة وصولا إلى خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل يحيل هدي اليمن اليوم صنعا إلى العالم